أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على تقديم كل أوجه الدعم والتعاون للاستثمارات الكورية الجنوبية القائمة في مصر من أجل التوسع والتطور داعيا مختلف الشركات الكورية الجنوبية للاستفادة مما تشهده الفترة والحالية من إجراءات وسياسات اقتصادية محفزة لمناخ الاستثمار الصناعية وخلال اجتماع المائدة المستديرة برئاسة الرئيس الكوري الجنوبي مونت جاي إن ومدبولي قال رئيس الوزراء إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية انعكسا على مؤشرات أداء التجارة والاستثمار المشترك تأتي زيارة سيادتكم اليوم امتدادا لما شهدته الفترة الماضية من تطور للعلاقات الثنائية وتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين وإنني على ثقة بأن هذه الزيارة سوف تساهم في توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين بلدين في مجالات التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة السيدات والسادة الحضور تعد التجربة التنموية لجمهورية كوريا إحدى أنجح التجارب التنموية على مستوى العالم ولقد انعكست نتائج هذه التجربة على أداء الاقتصاد الكوري والذي استمر في النمو والتطور ليصد إلى مرتبة متقدمة بين الاقتصادات الكبرى في العالم ومصر بدورها تسعى للاستفادة من التجربة والخبرات الكورية المتنوعة في مختلف المجالات بالشكل الذي يعود بالفائدة على تجربتنا التنموية